هيتقفل وليح نفضل نتكلم فيه شوية وهو ملف الحكام والتحكيم المصري يوم بارح الكابتن عصام عبد الفتاح كعادته بيطلع يتكلم في بعض القنوات الفضائية حقه يتكلم بس مهمة أولاً لما يتكلم يقول كلام صحيح كلام موجود في قانون كرة القدم أو كلام موجود في البروتوكول والتعديلات الأخيرة اللي حصلت في 2021 إن بارح أبرز التصريحات للكابتن عصام الفتاح لليه كل الاحترام والتقدير ولازم أأكد على الجزئية دي وإن إحنا مختلفين معاه كجماهير مصرية بالمناسبة مش كقناة أهلي ولا كأمير هشام ولا كأي حد من المقلق هي جماهير الكرة المصرية كلها تنتقد الكابتن عصام الفتاح ده أمر واقع وملموس من أكتر الفترات من أكتر الفترات اللي فيها انتقاد كبير جداً للتحكيم المصري كلنا واخدين بالنا من كلام ده فعلى المستوى الشخصي ما عندناش أي مشكلة مع كابتن عصام الفتاح لكن عندنا مشكلة مع التصريحات الغريبة واللي في بعض الأحيان بتكون مستفزة للغاية إن بارح أبرز التصريحات قال لك أنا لا أتحدث عن دعم التحكيم فالتحكيم مع ربنا ناشي كلنا معنا ربنا بعدما تم الإشادة بالحكم المصري محمد عادل الذي أضرر كلمة الماضية خرجوا بعد ذلك وانتقدوه بسبب كلمة احتواء ورغم إن الكلمة موجودة في القانون حلوة قوي بقى كلمة احتواء يا كابتن عصام الفتاح بيقولك إن فيه كلمة اسمها احتواء موجودة في قانون كرة القدم فأنا أعرض لحضراتكم قانون كرة القدم إحنا عادنا وبشكر طبعا زميلي في فريق الإعداد ورئاسة تحرير سواء عمر فاهم وكريم صلاح ونادين وإحمد عبدالله كلنا عادنا كده ندور على في قانون التحكيم قانون كرة القدم عن كلمة احتواء وفيه خلي بالكم يا ناس يا جماعة البروتوكول نفسه والقانون نفسه مترجم لكل اللغات فإحنا قدل اللغة العربية قدام حضراتكم قلنا يمكن إحنا ما نفهمش حاجة يمكن إحنا ناس فشل ونتكلمه خلاص يمكن إحنا بنقول أي تصرحات وخلاص لكن الأكيد إن بعد بحث كبير جدا وتركيز وتطقيق ما لقناش خالص 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 كلمة احتواء دوروا كده معي والله بصوا أبتكلم حالكم من منتهى الأمان كلمة احتواء دي مش موجودة هو بيقول إيه دي إحنا بنقولها في المحاضرات للحكام دي تبقى كارثة سودة تبقى كارثة سودة يا كابتن عصام إن انت تكون بتقول بتلقي محاضرات للحكام وبترسخ في أزهانهم وثقافتهم التحكمية كلمة الاحتواء دي تبقى مصيبة سودة لأن هي حاجة مش موجودة أصلا فإبقى إحنا بنعلم حكامنا حاجة غلط فبالتالي الناتج بيبقى إيه حضراتكم الناتج بيبقى المشاكل الكتير اللي احنا فيها دلوقتي بسبب التحكيم صح ولا لأ صح طيب يبقى إذن مفيش كلمة احتواء في قانون كرة القدر تعالوا بقى لتعديلات قانون 20-21 اللي قدام حضراتكم على الشاشة والأصفر ده هي دي التعديلات تمام؟ التعديلات اللي حصلت فيه 20-21-20-22 بالتفاصيل وبرضه قعدنا ندور على كلمة روح البروتوكول ملقنا هاش مفيش حاجة اسمها روح البروتوكول يا جماعة والله خالص خالص جبنا كل حاجة وفصصناها كده واحدة واحدة وبالراحة وعلى مهلنا ملقناش حاجة اسمها روح البروتوكول أصل وده البروتوكول والمبادئ والتطبيقات العملية والإجراءات الخاصة بالفار تمام؟ بروتوكول حكم الفيديو المساعد اهو كل ده البروتوكول كل اللي قدام حضراتكم ده هل في كلمة روح البروتوكول لا ادي ملحظات حول قوانين اللعبة كل القوانين وحدات القياس والمترية وكلام من ده ارجعوا لي السورة الفات التانية معلش وده الأربع منوت كمان اهو زي بحرككم شايفين حكم الفيديو المساعد طب نستقر على صورة عشان نقرأ يا جماعة حكم الفيديو المساعد في التعديلات الجديدة تمام؟ وبعض الأمور الهمة جدا جدا القوانين كمان 4 و 15 بروتوكول الفار السلوك غير اللائق وغير العنيف بنوده بالإجراءات اللازم تتاخد وكلام من ده يعني في الآخر يا جماعة دي آخر التعديلات آخر التعديلات الخاصة بايه؟ ببروتوكول الفار تمام؟ فبالتالي بالتالي مفيش حاجة اسمها ايه؟ احتواء زي من كابتن عصام فتاح امبارح ألف المدخلته في أحدى البرامج مفيش حاجة اسمها روح البروتوكول وبالتالي أتمنى وأنا امبارح أو أول بالتحديد أول امبارح قلت وجهة رسالة لكل الحكام المصريين يا جماعة ما تتفرجوش على التلفزيون في الفترة دي حاليا لما تتفرجوا ولقيتوا مدخل للكابتن عصام عبدالفتاح أبوس على أديكم ما تسمعوش من مدخل ليه؟ لأن كلها كلام غلط في غلط وكلام غير موجود في القوانين وكلام غير موجود في البروتوكول الخاص بالفار فبالتالي أنتوا كده بتكتسبوا ثقافة تحكمية خاطئة تمام؟ فعلى الشاشة هو حضراتكم حيض على حضراتكم الكلام تاني البروتوكول والمبادئ والتطبيقات العملية والإجراءات واحد المبادئ استخدام حكم الفيديو المساعدين في مباريات كرة القدم أنا بس عشان شايف من بعيد تمام؟ فقال لك إيه؟ هدف أو ليس أيوة ألفوا به وجيم دول أهم أهم حاجة أنا بس عشان شايفهم بعيد في السحاول أرامل حراركم هدف أو ليس هدف ده الحالات بالمناسبة اللي حي منقوله ده البروتوكول بتاع الفار والحالات اللي الفار لازم يتدخل فيها فقط ما فيش حاجة تانية غير الموجودة هي ده القانون يا جماعة ده البروتوكول والله مش حاجة من إيش إحنا طبعينها من عندنا تمام؟ ولو أي حد عايز النسخة دي نبعتها ومفيش أي مشكلة هدف أم ليس هدف أدي حاجة اتنين رجل الجزاء أم ليس رجل الجزاء تمام؟ تلاتة البطاقة الحمراء المباشرة تمام؟ أربعة الهوية الخاطئة هم تمام يعني الهوية الخاطئة دي يعني اللي هو أنت تديت لعيب إنذار وتلعب إن شاء الله يستحيل إنذار لعيب تاني يعني تمام؟ هم دول الأربع الأربع حالات التي يجب أن يتدخل فيهم الفار لكن حتة الاستقناف اللعبة مثلا زي ما مطش الأهلي وبانك الأهلي ده كرة بتاعترام الربيعة وكلام من ده أن الفاري نادي الحكم ده أمر غير قانوني بالمرة ومش موجود في البريتوكول ولا في حاجة اسمها روح البريتوكول عشان نجيب إيه عشان نتكلم في الجزء دي فأنا جبت لحراركم الأربع حالات بالمناسبة كان في محاضرة محاضرة اتعاملت تقريبا من سنة أو سنة ونص ساعة لما الفار كان بيدخل مصر المحاضرة دي اتعاملت في نادي المقاولين العرب وتم توجيه الدعوة للإعلاميين وأنا كنت من أكتر الناس حرصا على حضور هذه المحاضرة عشان أفهم الفار الأمور بتبقى ماشية إزاي والبروتوكول عبارة عن إيه وكلام من ده لما ألقوا علينا المحاضرة كإعلاميين تمام؟ ما عدتش علي خالص مع إن أنا من الناس اللي بتركز يعني أنا كنت شاطر شوية فباركز بحب باركز ما عدتش خالص عليك كلمة روح البروتوكول ولا عدت عليك كلمة الاحتواء تمام محاضرة استغراكت وقت كبير يعني فبالتالي الكلام ده مش موجود فبالتالي أنا بعيد وبأكد تاني على حكام المصرين يا جماعة ملكوش دعوة بأي تصريح يقوله الكابتن عسام الفتاح في تصريحات بتبقى منطقية طبعا خدوا بيها دراج المحاضر دولي وحكم كبير ما عدتش نقول حاجة خالص حكم دولي وكل حاجة وليه كل الاحترام والتقدير خدوا الحلو المنطقي وسيبوا الوحش سيبوا خالص لو بيقولوا الحاجات اللي هي غير منطقية واللي مش موجودة أصلا عندنا هنا دماغ بنفكر بيه عقل بنفكر بيه فدي رسالة لحكامنا المصرين خلوا بالكم من هذه التصريحات لأن هي تصريحات غير حقيقية وغير موجودة بالمرة في قوانين التحكيم أو حتى في بروتوكول الفور ده فيما يتعلق بموضوع كابتن عسان فتاح واللي قال بعض التصريحات الغريبة بالمناسبة بالأمس ومش أول مرة تحصل لكن